فيما تتواصل الاحتجاجات في أوكرانيا من أجل دفع رئيس فيكتوريا نوكوفيتش إلى توقيع اتفاق الشركة مع الاتحاد الأوروبي رئيس البلاد لا يبدو عليه الانشغال كثيراً بضغطهم حيث بعد زيارته إلى الصين وتوقيع اتفاقيات تعاون يوجد في الضرف الحال مفاوضة في سوتي جنوب روسيا مع نظره بوسي فلاديمير بوتين بغرض التواصل إلى اتفاق شركة استراتيجية رئيس الحكومة في هذه الأثناء توجه إلى المحتجين في أوكرانيا قائلاً أنتم تحتاجون على ماذا؟ هل أنتم تطالبون بالتحقيق في تعاطي الشرطة معكم؟ قلنا لكم إننا موافقون لنفعل ذلك وقلناه بشكل واضح هل أنتم تطالبون باستقالات الرئيس؟ هذا غير ممكن لأنه مطلب غير دستوري وفي الوقت الذي تستعد فيه المعارضة لتنظيم احتجاجات أخرى يوم الأحد في ميدان الاستقلال في العاصمة كييف أوقفت يوليو تيموشينكو رئيسة الوزراء التي تقضي عقوبة سجن إضرابها عن الطعام التضامني مع المحتجين ابنتها إفغينيا تيموشينكو أوضحت قائلة إن إضراب والدة عن الطعام كان تضامناً مع الحركة الاحتجاجية والجماهير التي خرجت تتضاهب في كييف واليوم ستوقف إضرابها مواقف المعارضة الأوكرانية والسلطة ما زالت متباعدة ومتضاربة بشكل راضي كاليم مما يوحي أن التوتر ما زال عمره طويلاً في هذا البلد موسيقى موسيقى